بالله أريد أن أشارك بالبرنامج من سوريا أنت أي بالله من سوريا تعرف الموضوع يقول لي شو ما عرفوا بي عندي سؤال ألي بسألوا للشيخ إليك حق تطرح سؤال بعد المشاركة في الموضوع هذا هو سلوب نظام القناة ما فهمت عليك وضح لي أكثر أولا شارك بالموضوع المطروح بعدين إليك حق تطرح سؤال اللي يعجبك الموضوع يقول لماذا نبيك لم يجمع القرآن تشتت وضاع بيد الصحابة مجبر يعني إجباري بدي أشارك بي نعم هذا لأنه البرنامج هو هذا أنت ممتصل في البرنامج المفتوح فإلك حق تسعل بدون ما أسئلك أنت ممتصل في برنامج إلى يعني عنوان خاص فلازم الشارك بي تتكلم بعدين هذا مصحف جايك شهر رمضان اشتقرأ توراة ولا إنجيل هذا مصحف مصحفك محرف بشهادة صحيح البخاري وصحيح مسلم فإنت جاوبنا للبركة حتى إن شاء الله نقرأ المصحف الشريف إذا شفت نفسك مو لازم تجاوب جواب صحيحي بس المهم المشاركة بعد المشاركة إليك حق تطرح أي سؤال جيد هو جاعي يقول محرف عفوا طيب تمام لا تسمع من الشاشة اسمع من الهاتف لا تسمع من الشاشة حط كتم للشاشة طيب تمام يعني سمعني انتيج يلا يلا أي سمعانك يتفضل طيب آه ماشي أجاوبك ولا جاوبة للشيخة اللي جاي يحكي معاي أنا معاك اللي أتكلم معاك يتفضل أيوة طيب ربنا سبحانه تعالى في القرآن قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نزلنا الذكرى وإنا له لحافظه كيف أنت تقول محرف وين دليلك أنت وين دليلك أنه القرآن مع المحرف هاي الآية من يقول ما هو أنت أولا تستدل بالقرآن نفسه هو القرآن نفسه أولا مو عارف أنت شلون واصلك لازم تثبت صحة وصوله هذا قصدي تفتهم أيوة يعني أنت أنا ضرب ضرب أصل أصل نقلة ضرب أسمها تحت الحزام هي نعم هي غير قانونية بس عذروني لأن شفتكم وتلعبون كله فوق الحزام فأنا أطيتكم إياها تحت الحزام هذه أسمها ضربة تحت الحزام أنا أضرب النقل فأنت مصر تستدل بالقرآن على صحتك أنا جايك أنه نقلة بمشكلة والدليل مو دليل أهوائي ولا سؤال افتراضي بل من صحيح البخاري ومسلم أن الصحابة تقاتلوا كل واحد عنده آيات تختلف عن الثاني نطيني دليلك طيب ها دليلك أنا ما عندي العلم الكافي أنا فاجأتني بالسؤال أنا شونت بدي أسألك سؤال ها مو مشكلة فأنا ما عندي أنا ما عندي إنسان عادي يعني مو مشكلة مو مشكلة مو مشكلة أنت تفهم الموضوع حتى لو بعدين تقول كلمة حلوة تقول الآن اكتشفت هذا الموضوع اطلعت عليه راح أبحث هذا الصحيح جيد الآن ادخل على الجوجل اكتب ادخل على الجوجل اكتب ماذا اكتب اكتب قال سعيد بن جبير ايه فكان ابن عباس يقرأ فكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك ايه انطي بحث هذه خافة المعلومة انت مدخلها بالرابط هذه وانت مسوي الرابط ومدخل عليه كل المعلومات مشان تعطي لا لا عزيزي هذا في صحيح البخاري وانا اخذ صحيح البخاري من الجوجل او من الكتب عندك الكتاب موجود الكتاب موجود عندك بالبيت لا ما موجود طيب ما موجود اذن الجوجل بي كتب بي صحيح البخاري اقرأ الرواية اللي طلعت لك لحظة اللي عندي غايف ما جايف يفتح لحظة فتح ما جبيرة يا رجل هاي بدي اقول ها انزل اي نعم حقك جبيرة نعم انزل اخر شيء كلش اخر سطر اقرأ قال سعيد بن جبير ايه كلش قال سعيد بن جبير وكان ابن عباس يقرأ فكان يقرأ وكان امامهم ملك يأخذ كل سفينة انصالح قصمه لنقا ايه خلص خلص وين اقرأ المصدر صحيح يا حج هاي كتابات انت كاتبهن يا حج هاي كتابات انت كاتبهن يا الموقع هذا مأكيد لك انت جاعت صرف ثلاث بالشهر يا حج اللحظات كل احنا نحبه سن وشي عم التحدين على هاللحظة اللي من ينصدم بيها المواحد ويبدأ يكفر برب ويكفر بكتب وما يعرف شون يحكي خطيئة هذا صحيح البخاري هو مكتوب عندك تحت الرواية انت لو قلبك ينطيك يطاوعك تقرأ المصدر يعني احنا بخير اقرأ المصدر لو سمع ولياخر المصدر اسمع اسمع الحز اقول قال البني من سوال في السوال فخلاص اكتب جوال البخاري صار للبخاري صار للصحيح مسلم شفيك يا اخي طيب زين هذا الموضوع يعني مو سهل مثل ما تقول انت نعم نعم حقك زين جيد احنا انت لا تعتقد انه هكذا رواية موجودة في صحيح البخاري تطعم بمصحف عثمان الذي يقول وكان وراءهم ملك لان هذه الرواية الآن الرواية تقول ان القرآن يقول كان امامهم ملك فانت حفاظا على القرآن تقول انه هذا كلام مو صحيح صح؟ ليش مو صحيح؟ الانصار صحيح؟ ليش مو صحيح كلام الله يا رجل لا لا هاي الرواية لا لا الرواية هاي الرواية اللي قريتها انت الان بيها آية الآية عكس اللي مكتوب بالقرآن اللي موجود بين ايدينا فهمت؟ خيو بس فهمني انت تعرف باللغة العربية وبالفصاحة اكتر من قريش وسادات قريش هذولك الراحة هانا قريش أنا قريش منهم أنا من الكفار قريش جايكم الحمد لله عن نعمة التوحيد والإسلام أخي كريم فملخص الكلام بما انه انت قريت الرواية وانصدمت لأن الرواية بيها آية قرآنية تخالف القرآن اللي موجود الآن انت ما بيها شيء قول إذا كانت هذه الرواية الصحيحة فأنا كافر برب السنة قل يخفر والله كافر هاي ما اختلفنا عارفش عنهم قفار هاي ما بدأت نحن تندي الثاني دقيقة تصلك سؤال الآن تفضل قل على بركة الله تعالى حتى أعتقد أنه انت إنسان جاهل ولست عالم قل إذا كانت هذه الرواية الصحيحة أنه ابن عباس يقرأ آية قرآنية مخالفة للقرآن مصحف عثمان اللي موجود فأنا كافر بالسنة وبرب السنة تفضل خيو أنا أطنع من كلامك بشغلة واحدة الآن ما ريد الشغلة واحدة حاول نزم ملابسك لا تنزع جيد لا تصير مثل عمر بن الخطاب وعمر بن العاص أنت الآن أنكرت الرواية قلت أن البني والبني والبهارات وأي واحد يجي يكتب بالقوغل ممكن نحن نكتب يعني شنو يعني طعنت بالمصداقية فإنحنا حتى نتأكد أنت إنسان عالم خبيث ولا جاهل ما تفتهم قل أمام المشاهدين إذا كانت هذه الرواية الصحيحة في البخاري فأنا أكفر بالسنة ورب السنة يا أخي صلي على النبي عصى السلام آن وياك أنت وين مقيمك أنت ببريطانيا وين أدل عسى هذا هذا مو شغل خالتك أسما لا ندخليني أغر التغريدات مو حلوة والله العظيم والله وبعضها تغريدات توصل لمرحلة جدا حساسة تفضل قل أنا كافر برب والسنة لأنني إذا كانت هذه الرواية صحيحة تفضل والله العظيم ضحق علي أنا معها وياك فرش بك يا زلم الله يجعنا من أهل السنة والجماحة يثبتنا بالقول الثابت لكن دليني على مكتب أنت الآن مو تقول هذه الرواية ليست في البخاري أنت مو تتحدانة لا 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 خليني حاشيك بس خليني كفة حاشي هاي الرواية بالبخاري ولا ليست بالبخاري بالبني مثل منطقة بالقليل قلت ثاني مرة أقول لك صلي على النبي وما جعل تصلي على النبي أقول لك دليني على أي طيب عصى السلام هس هذه فهمناها النبي عصى السلام عصاص والعنب أنت شوف شن يعجبك من نواع الصوص أنا راح أسألك للمرة الأخيرة جيد حتى ناخذ اتصالات هيش هيش اتصالك راح ينتشر وراح تصير مهزلة الناس كلها راح تضحاك عليك جيد يعني اللي تفكر راح تصير مهزلة أحاول تختم الاتصال بطريقة أنه تحفظ هيبتك أنت الآن انكرت الحديث قلت أن الحديث ما موجود في كتاب البخاري أو البهاري أو البني وهذا أي واحد يجي يكتبه بالقوضل فأنت كن رجل على قد كلمتك قل لعنة قل أنا كافر برب والسنة إذا كانت هاي الرواية صحيحة في صحيح البخاري تفضل طيب إن شاء الله من نصارك راح تعرف ضعيف ولا مو ضعيف شكرا لك